موسيقى مساء الخير سمعنا وشوفنا كتير أزواج متبادلين في المحاكم من زوجتهم اللي مراته خدت منه شقة الزوجية وحرماه من ولاده ورفع عليه قضية نفقة واللي مراته خدت منه صروته اللي كان بيحاولها لها من شغله في الخارج ولما رجع قالت له ما لكش عندي حاجة وغيرها كتير من الأمثلة اللي جات لنا هنا في البرنامج أو قرينا عنها حتى شفناها على السوشال ميديا أو شفناها في المجلات أو الجرائد ده غير اللي بيحصل مع صحابنا وقريبنا وزميلنا في الشغل بس الكل ده كوم واللي بعته لنا أستاذ أحمد بطل قصة حقيقية النهاردة كوم تاني خالص أستاذ أحمد بعت يقول لنا مراتي طلبت الخلع وهي سنها 63 سنة وقالت أخاف وقال لا أقيم حدود الله تعالوا نسمع الحكاية من أولها ونشوف أستاذ أحمد بعت لنا يقول لنا إيه اسمي أحمد وعندي دلوقتي 70 سنة شغلتي مدرس فيزياء وسافرت للعمل والتدريس في السعودية من أكتر من 32 سنة أيام العهد الدهبي للمدرسين المصريين هناك ورجعت المصر نهائي سنة 2016 عشان أكتشف كوارث كانت غيبة عني طول السنين دي كلها حكايتي بدأت لما اتجوزت زوجتي الحالية خريجت جامعة الأزهر من 36 سنة وكانت وقتها ما حالتهاش حتى خاتم نحاس ولما تقدمت لها طلبت إن مهرها يبقى مجغولات دهب بتلت تلاف جنيه يعني حوالي ربع كيلو دهب بأسعر وقتها وجبت لها كل طلباتها وجهست لها شقة تلت قوض بكل الأدوات الكهربائية من أغلى وأحسن الماركات بما فيهم طقم الكيتشن ماشين اللي ما كانش منتشر وقتها في مصر وكانت كل البنات بتسمع عنه من بعيد لبعيد اتجوزنا وسفرت معايا السعودية وهناك خلفنا بنتين وولدين صفا ومروة ومحمود ومحمد وفضلوا معايا فترة لحد ما بدأوا يكبروا فبعدتهم مع مامتهم عشان يكملوا دراستهم في مصر مع المحافظة على إقامتهم بالسعودية عشان يجولي في أي وقت وأي فترة كنت معايشهم في الجنة كل اللي بيحلموا بيه كان بيجي لهم من هدوم لعب وهدايا خصوصا لما بنزل لهم في أجازة الصيف أو لما كانوا يجولي في أجازة نص السنة وكل فلوسي كنت بحاولها لمراتي أول بأول تتصرف فيها زي ما تحب وهكذا لمدة اتنين وتلاتين سنة ربيت ولادي أحسن تربية ما استخسرتش فيهم أي حاجة لحد ما بنتي ماروة بقيت دكتورة وأخوها محمد هو كمان خد السنوية العامة من السعودية ودخل كلية الصيدالة جامعة طنطة أما ابني محمود فاخد السنوية العامة من السعودية وحفظت له على إقامته لحد ما خلص دراسته وجبت له شغلة كمان أخصائي تسويق في السعودية رغم كل ده كان في انتظاري أكبر صدمة خدتها في حياتي من ولادي وأمهم تفتكروا الصدمة هتبقى إيه؟ معقول بعد كل اللي عملته ده مع مراتك وولادك ممكن يفكروا يزعلوك بس انت كاتب في رسالتك أنها بتقول أخاف وألا أقيم حدود الله يعني أكيد في حاجة وحشة جاي وراء تعالوا نكمل من ساعة ما رجعت من السعودية في 2016 كانت مراتي مخنوقة ومتدايقة جدا والسبب أني طلبتها بفلوسي اللي كنت بشيلهم معاها من وقت جوزنا على مدار أكتر من 30 سنة وفجأت بيها بتقولي أنهم اتصرفوا وقلت لها إزاي مبلغ كبير من ملايين اتصرف قالت لجهاز بنتك صف اتكلف 150 ألف و150 ألف تانين صرفتهم على جهاز مارو ده غير أني اديت ابننا محمود 150 ألف جنيه عشان يدفعهم مقدم لشقة عجبيته كده عشان يتجوز فيها واشتريت عربيتين لابننا محمد الأولى كلب ب300 ألف وعمل بيها حادثة واتبعت اتبعت خردة طب صرخت فيها طب وفين الدهب الدهب ودتيه فين أنا جايب لك أكتر من نص كيلو لحد دلوقتي قالت لي أنا بعت جزء من الدهب ولعبت في البورصة وخسرت كل الفلوس والباقي من الدهب محتفظة بي عند بنتنا ماروة قلت لها طب يا غالي رجعي الفلوس الباقي قالت لي أنا مشتريها بيها سندات من البنوك خدتهم من البنوك ومش ممكن رجعها عشان لو رجعتها هتخسر كتير وطبعا كانت السندات باسمها طب يا ستي هنتصرف ازاي هنتصرف ازاي في اللي جاي أنا خلاص رجعت نهائي والبيت محتاج مصاريف كهرباء ومية وتليفونات وإنترنت وأكل وشرب وعلاج فاقترحت علي نفتح مشروع أكل بيتي نعمله ونبيوه عن طريق الفيسبوك وقالت لي ده مشروع ايه سهل ومربح جدا ما كانش قدامي غير إني أسمع كلامه واستمرنا في المشروع الأكل البيتي وأنا شغال مساعد مرمطون من سبعة الصبح لحد سبعة وثمانية بالليل شبه مقيم إقامة كاملة في المشروع اللي كان بيغطي مصاريف البيت لحد ما حصلت مصيبة الكورونا وكان من الطبيعي إن الزباين تبطل تشتري أكل من بره وبقيت العيشة صعبة ما بقاش معايا حتى ليغطي مصاريفنا فطلبت من مراتي إنها تفكي السندات وترجعلي فلوسي بس هي رفضت وتحكمت فيي كإنها فلوسها مش فلوسي قلت لها طب يا بنت الحلال هات الجزء اللي بقي من الدهب اللي شايلها عند بنتك نفكي بمصاريفنا برضو رفضت والغريب إن بنتي هي كمان رفضت وعمت على عمها وكأني فجأة بقيت راجل غريب بقيت أضرب كفة على كف على ملاييني اللي ضاعت مني بقيت بشحت اللي فاضل منها من مراتي وبنتي لحد ما اضطرت إني أعرض الشقة اللي مقيم فيها للبيع كان سعرها عامل 800 ألف جنيه بعد ما بقيت راجل مريض وجعان وعريان وكأني كنت برمي شقاية السنين اللي فاتت دي كلها على الأرض ولما جمعت مع ولادي وطلبت منهم يساعدوني بمبلغ 2000 جنيه شهريا لحد ما بيع الشقة فجأت بيهم بيرفضوا وقالوا لو عايزت بيع الشقة إحنا هنشتريها منك بتلتمية ألف جنيه متخيلة يا سيلي يا بنتي اللي حصل فيها وطبعا التلتمية ألف جنيه دول أمهم هتدفعهم من فلوسي اللي هي مستولية عليها ومخبيها في صورة سندات البنك ده غير بقي الدهب اللي مع بنتي ولما رفضت كلامهم اتكتلوا علي وضربوني وهنوني وأنا راجل مريض لحد ما وقعت وبنتي الكبيرة وأمها قالوا سيبوه مرمي كده زي الكلب محدش يديله ولا جنيه ولمت مراتي كل اللي خصها من اللبس والمجغولات وسيبوني مرمي في الأرض في الشقة الوحدي ومشيوا بعدها فجئت بابني محمد جايب مع جوز أخته مروه جايبين معهم وينش وعمال شلوا كل محتويات الشقة سيبوها على البلاط وقال لي جوز بنتي إن مراتي مستعدة تتنازل عن جميع حقوقها وتبريني مقابل إن أنا أطلقها وبكده أبقى خرجت من المولد بلا حمص وخسرت شق عمري كله يا إم مراتي هترفع ضدي دعوة خلع وفعلا لجأت مراتي لمحامي ما عندوش ضمير عشان يرفع لها قضية خلع على عنوان وهمي بفرض أني معرفش ومحضرش الجلسة ويتحكم لها غيابي بس لطف ربنا خلى حد من معارف يعرف بالصدفة فوكلت محامي عشان يطلع على عريضة الدعوة واكتشفت إن الزوجة اللي عشت معها 36 سنة بتقول في الدعوة إنها كارها تعيش معايا وتخاف تخاف وقالها تقيم حدود الله علما بإن الأستاذة اللي خايفة قالها تقيم حدود الله سنها 63 سنة وقلت للقاضي بالمستندات إزاي زوجة مصابة بالضغط والسكر وقصور عمل في الكليتين وأمراض في القلب وتأكل في الفقرات العنقية والقطنية إنها تبقى خايفة ألا تقيم حدود الله هي كل هدفها تهرب مني بعد ما خدت كل ما أملك وورستني بالحياة هي أولادي ودلوقتي بقيت عايش وحيد في قوضة بالدور السادس في عمارة من غير أسانسار ومحدش بيساعدني غير أختي الكبيرة اللي بتدفع لي مساعدة شهرية 1500 جنيه وحاسس إني ميت على قيد الحياة خسرت مراطي وعيالي وشق عمري ومش قادر أثبت حقي ولا يلاقي حد يساعدني ويقف في ظهري قولولي يقامل إيه لحد هنا وخلصت رسالة أستاذ أحمد بس لسه هو موجوع ولسه في المصيبة ولسه مأهور لسه ما خلصتش مشكلة ومش عارف هيعمل إيه بس وأنا بقرق قصة بجد يعني عاد عمال أقرها وزاكيرها كده بنزاكيرها كذا مرة وبنقرها كذا مرة عمال أدا يقول يا رب ما تبقاش حقيقية يعني يا ربي بهوز علان وتعبان أو يكون مر بي لعمر أنه هو ممكن يكون بيتخيل غصبا عنه يا حبيبي أنه هم عملوا كده لأنه أنا ما شفتش كده ما فيش كده يعني معقول في زوجة وأولاد ده يبقوا جحدين للدرجة دي طب دلوقتي هو هيتصرف إزاي بعد ما أولاده كلهم انضموا مع بعض عليه طب غضروا بي لين طب هيزبت حقه ازاي طب هيرجع فلوسه ازاي طب هو الزمن اللي احنا فيه بقى كده طب ما أنا قاعدت أقول لأ مش ممكن يكون حد عمل في بابا كده بعدين جات في دماغي القصة بتاعة البنت اللي قتلت مامتها اللي يتحكم فيها على طول معرفت عدت تفكر كده وإحنا رايحين على فين تم واقصة حقيقية هو بينقلنا الواقع هو ازاي يكون عيال بالجحوة ده وازاي تكون ستة عايشة معاك حاجة وتلاتين سنة وتعمل كده رعب كلام كتير قوي هنتكلم وأنا محتاجة أفهم أكتر من كده استنونا بعد الفاصل قصتنا النهاردة ممكن تتلخص في كلمتين بالزبط الخيانة والجحود الخيانة والجحود اللي عينا منهم أستاذ أحمد مدرس الفيزياء اللي سافر من أكتر من تلاتين سنة للسعودية في العهد الزهبي للمدرسين هناك اللي سافروا الخليج اتجوز من ستة جميلة وكويسة المفروض خريجة الأزهر وجاب لها ما يعادل وقتها ربع كيلو دهب وجاهز لها شقة تلات قوض وعمل لها أحدث فرش وأحدث هجيزة كهربائية وخدها معا هناك خلف منها ولدين وبنتين كبروا والنهاردة بقى فيهم اتنين ده كترة وساعد الولدين ان هم كمان يشتغلوا في السعودية بس لما رجع نهائي سنة 2016 اكتشف ان هم ورسوا بالحياة مراته وزعت سروته اللي بالملايين عليهم ما بين بقى اشواء وعربيات وخدت لنفسها جزء كبير من سروته وجابت باسمها سندات من البنوك وقسمت الدهب اللي جابته بينها وبين بنتها لما طالبهم بقى بفلوسه عشان يعرف يعيش ويجيب احتياجاته قطروا عليه كله وضربوه وقالوا هنسيبه لوحده كده مرمي زي كلب واكتشف ان الزوجة اللي عاش معها 36 سنة رفع عليه قضية خلع بتقول فيها ان هي كرهة انها تعيش معي وتخاف الله تقيمها حدود الله علما بان هي عندها 63 سنة عندها الضغط والسكر وقصور في الكلتين امرض في القلب كل ده عشان هدفها الحقيقي ان هي تعمل ايه تهرب منه بعد ما خدت كل ما كان بيوم لكه ورسته بالحياة هي اولادة عشان كده منورنا النهاردة ومشرفانا دكتور هيند ببنى استشاري الصحة النفسية ازيك يا دكتور؟ اهلا يا سيدة 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 ايه رايك في قصة النهاردة شايفها زالم او لا مظلوم ايه الفكرة ان القصة دي متكررة كتير جدا ازاي يعني؟ اغلب اللي بيسافروا الخليج بيبقى ظنمت حياتهم اللي هما بتعاملوا مع نفسهم كأنهم ATM فلوس ليه طب هو بيعمل كاشن يأمن لعيالهم ومستقبلهم هما بايقبلوا بالبحود ده؟ طب زعلان ليه دلوقتي ما هو في الاخر الفلوس اللي انت عملتها لأ مع ولادك زعلان ليه؟ طب معيش عيشة كريمة بقى يعني انا امنتوكم امنوني حلو جدا يبقى انت من الاساس ما عملتش علاقة جيدة مع ولادك ما ربطهمش على انه هما يكونوا هما كانوا بيقولوا مرتين يعني مرة هو كانوا بيجي لهم في الاجازة ومرة هما كانوا بيشوفوا في الاجازة ده مش كفاية يا هند؟ اللغة اللي بيتعامل بيها معهم ازاي؟ الاسلوب اللي بيتعامل بيها ازاي؟ ما قالش الصراع؟ لا بان من الرسالة ازاي؟ كلها ارقام فلوس اتجوزتها وايكات بخاتم نحاس وبعدين جبت لها ربع كيلو دهب جبت لها اللي مكانش موجود طول الوقت انت بتقدم بس الفلوس انت بتقدم اللي انت بتعمله ماديا ما بتقدمش خالص يعني انت مزعلان ان ولادك اعمل فيك الجحود ده مزعلان على ده ايدا ودسو انا كنت اسألولك يعني هو زعلان على الفلوس مش زعلان على علاقته بعياله ووضح جدا من الرسالة ووضح جدا من كلامه لا يا دكتور انا شفتها كده هو مقادش يعني صعبان علي يا ولادي اللي بعد شقة سنيني عملوا كده لا ده قالك انا بعد ما صرفته ملاييني وفلوسي هو زي طيب مش مصاحب ولا حد فيهم ما دي بقى النقطة يعني ازاي جزء بنته كمان يخش معاهم دي النقطة ان انت ما خلتش رصيد ليك مع ولادك ولا مع حتى جزء بنتك اللي جي ووضح انهم معرفوكش فبوش ما معنا موتهم اللي معاها رصيد انت ما اما معرفوكش انت بالنسبالهم شخص غريب فهم انت قدمت الفلوس انت ربتهم على كده من الاول انا بتديك الفلوس خلاص هنعمل بك ايه ودي ازمة اغلب المغتربين ان هما بتعاملوا مع حياتهم وولدهم بالماديات بيعتقدوا ان هما طالما بيدوهم احتاجاتهم المادية هما كده ربوا انت ما ربتش ولادك ما عملتش رصيد انت عملت رصيد في البنك لكن ما عملتش رصيد دايما الراجل دوره ان هو يصرف على البيت والست بتربي لا العمله شراكة ما ينفعش تكون واحد لوحده بجد لا ما ينفعش اما هو كده فيه واحد دور غائب مش هم كافي احتاجاتهم ودخلهم جماعات كويسة ودخلهم مادالس كويسة ده كان الهدف بتاعك وراجل يقعد يزاكر لهم معقول انت عايز الراجل يأكلهم ويزاكر لهم لا اكلهم زكرة والمتمرين والحاجات اللي بقولها دي اه بقال ستة اللي فاضية نسبيا بتعمل الكلام لا لكن فين التربية انت ما ربتش اخلاق انت ما ربتش بر لا ومفروض ان هو يربي معاها وهو لازم يكون فيه رقابة بالزبط وفين مراحل حياتهم انت شاركتهم فيه انت بالنسبة لهم واحد غريب كل اللي بتعمله ان انت كنت بتجيب لهم فلوس فهما بالنسبة لهم خذوا فلوس انت جابها مش عايزينك انت ودي فعلا غلطة بيقع تبه الست فعلا عدار بيكون في البورصة ورحوا لا ممكن تكون لا يعني بيوم توقعي مش هتعمل كده هي بتأمن لولادها هي مدعيتش فلوسها ليه اهروه وبيقول عايزة بيها الشقق ب800 عايزيني ادو 300 دي فكرة يعني معبش بيه محامي قال هلهم بقى في حاجة كما لو كان احنا بناخد نصيبك نصيبنا الشرعي في الشقق اه اه ما جاتش في المياه غير كده انت بتاع انت نصيبك خلاص ب300 يعني ما بدأ الشر ان هم يعملوا كده هو موجود اغلبا كده طب انا عايزة اقولك انه لما سألنا واحنا بنحضر وكننا عايزين نسمع برضو رأي الدين طبعا انا كان جوايا سؤال عايزة اعرفه يعني انه طب ما هو كمان ممكن يتبلع عليهم زي ما هم يتبلعوا عليه يعني هي قالت اخافه الله اقيموا حدود لو فيه ست عندها 63 سنة هتقول كده لا يا حجة وعنه 70 سنة مبرر بس للطلاق يعني حتى مش قادري ياخد حقه عشان يبقى هو بيتعافى عليهم هو مش بيتعافى ما حساش يبتعافى عليهم هو طول الوقت طالع دور الضحية طول الوقت هو اللي يتهانه والتهانه والبهدل ولم يشتغل معها في الأكل البيتي يتهانه والبهدل طول الوقت هو شايف نفسه مظلوم يعني هو مش مظلوم بصي بصي لما نتكلم على ظالم ومظلوم انت كمظلوم شاركت في ده مش فيش حد مش كل دول هيتفقوا مرة واحدة عليك انت عملت ايه انت وصلتهم نعم ما نسمع المشكلة من طرف واحد مش عارفين هو يعملهم ايه ليه عايش لوحده اصلا ليه بعد ما رجع ملمش ولده في حضنه ليه لما رجع تم بس الفنشتين طب هو كان قاعد معها بيعمل معها المشروع ساعة الكورونا شوف اللغاته بقى يا سايل ايه بقى مرمطون شغال معها مرمطون متبهدل معها هو بيحب يبقى الليد الراجل وكده لا هو عايز يحس ان هو مظلم هو عايز يحس ان هو مظلم طب هو البيت ممكن يمشي كويس لو الست اقوى من الراجل هو انا بنوجه نظري ان العملية لازم يكون فيها يشراكة مع بعض اقوى واقل واضعف دي بتضيع دور واحد يعني فيه لو الراجل اقوى والست ضعيفة بيضيع دور الست وبنفسي نفس الحكاية بالنسبة للزوجة هي اللي قوية والرجل ضعيف بيضيع دوره او هم يشدوا بعضهم الحياة ما تكتملش غير بالاتنين يعني احنا حتى بنقول امتى ست بقى قوية وشد حلا لو الراجل مش موجود خالص طب وانا بكلمك الاول بقى على انه رأي الشرع ده انا ما بقولك انه انا فكرت انه هو ممكن ينتقم او يتبلى زي ما هم عملوا في المحكم وياخد حقه او طبعا انت تصبر وتحتسب لانه مش اللي هيديني يساق اعرض بيساق انا شايفة ان الرسالة بالتفاصيل دي بالاسماء دي بكل الديتيلت ده نوع من اللي انتقاب يعني ايه؟ بيفضحهم انا شايفها كده لان هو انت اسمك ايه؟ ولادك اسمهم ايه؟ ساكنين فين؟ جامعت ايه؟ انت مدي وهمة لما راحوا المحاكم بقى مفضحوش تماما قداموش حال للرجل انا مش اقبسي واحنا ديما بنسمع طرف واحد زي ما قلتلك ومن خلالها احنا بنقل قصة لكن احنا هنا لما بنقل الكلام على مشكلة يا سيدي احنا بنشوف الاسباب اللي وصلت ده عشان يبقى فيه توعية للناس كلها انها تفهم طب هو نفسيا مش ممكن يجي لحد كده هو يقول لا انا هنتقم وهوريهم ما اعتقدش لان هو لو ادرك ان هو مسؤول او هو ليه دور في اللي حصل بس كتر الازى يعمل ايه؟ مش ممكن يكون دي ضغلات في الماغو مرتبطة بالسن مرتبطة بالغربة مرتبطة بان هو وليه بعد الستين بيحسوا كده بجده؟ بيحصلتوا هيد ضغلات فكرية وازمات وبيبدأ مفيش مرونة في التفكير بيبدأ فيه نرجع لأفكارنا القديمة للحاجة اللي تربينا عليها بيبقى فيه شوية حاجات كده على الاقل ان هما يغيروا طريق تفكيرهم شوية يبدأوا يشوفوا الحاجات الكويسة طب معايد للوقتي انت عندك اتنين ده كثرة وواحدة متجوزة وولادك وقفيل على رجلهم اللي بيشتغل مش دي حاجات ايجابية متشوفها الفلوس انت كنت بتعملها اصلا كنت بتعملها المين خلال التلاتين سنة دي مش ليهم ولا هو بيبقى عايز يستعيد قوته زي زمان بيحس انه ولي السلطة وبيصرف فده كان بيديله انه هو يكملها لما بينزلوا مع اولادهم حتى في الاجازات طول الوقت هما حاسين هما غرب عنهم هما مش موجودين ما هذا العيال كانت انا كنت اسمع من صحابي اللي قالي لك يووو ده راجع بقى دراجع انا مش عايزين نقعد في البيت بالضبط انا كانوا يصعبوا علي والله العظيم انت عملت كل ده وفي الاخر بيتقالك دراجع مش عايزك لا انك انت عملت ده ليه عملت ده عشان تديهم ماديات لص بابا جيف هضطر الراح بدري بس احنا بنعمل الموضوع طب هو دلوقتي هو اللي محتاج العلاج النفسي مش هما؟ هو محتاج علاج نفسي ازاي نقنع بقى مواريد النفسي نبدأ الاول بتصحيح افكاره دلوقتي انت لو احنا اعتبرنا انت عيشت حياتك كلها عشان تعمل فلوس بس ولا عشان تبني بيت هو هيقتنع بقى بالكلام احنا بنقوله ده محتاج بقى انه عنده مرونة في التفكير بقى لقولك السن ده مش جد تتصلق الافكار ان انت بص على جانب الايجابية اكتر حيك انت مركز على نقطة واحدة كل كلامك مركز على فلوس والملايين والاولاولاولاولاولاولاولاولاولاولاولاولاولاولاولاولاولاولاولاولاولاولاولاولاولاولاولاولاولاولاولاولاولاولاولاولاولاولاولاولاولاولاولاولاولاولاولاولاولاولاولاولاولاولاولاولاولاولاولاولاولاولاولاولاولاولاولاولاولاولاولاولاولاولاولاولاولاولاولاولاولاولاولاولاولاولاولاولاولاولاولاولاولاولاولاول على حب المادة دي ما انت كنت بتعمل. انت سبتهم عشان خطر الفلوس. هم سبوك وخدوا الفلوس. بس برضو يوصلوا لكده حتى لو ربانك. انا منكرش ان ده جهود. ومنكرش ان ده برضو يعني ربنا يكون فعونه في اللي هو فيه. والسفت دي ايه؟ الله اعلم كان بيعمل فيها ايه يا سالي. انت خالي بدأ رسالة يقولك تختم نحاسه. شوفي الأداء. شوفي الطريقة. يعني هيكت مستنية بعد ما هو يرجع عشان تزله زي ما زلها. لا انا ما ظنش كده طبعا. ما كانش خليته يشاركها في مشروع بتعمله. هيبو اكيد صدر منه حاجات ما هو اللي بيحكي يا سالي بيحكي من وجهة نظره. من افكاره هو. ان هو يقولها بيع الشقة اللي هم عايشين فيها. هو اكيد كان عايش فيها مع امراته. هي غالبا سيباده البيت. انا فهمت كده. هو لما هو قالها يبيع الشقة. فرحو خد لمه كل حاجة. لمه كل حاجة. ليه وصلت. يعني هم مش حقه انه يبيع الشقة اللي هم عادي فيها. لو لما تبيع الشقة هتعمل ايه. هيحط مثلا فلوسها في الشي ده ويصرف منه. يعني هل تعتقد يعني ان هو أولادي لما يقول لهم الدنيا الفين جنيه كل شهر دولاد ما يكفوش. هي لا هنا فيه فيه علاقة مضطربة بين الاب والأولاده. او لكاد ده كون. طب هو لما قال لهم الدنيا الفين جنيه في الشهر هصرفوا انهم ليه قالوا لا. لان هم يمكن ما كانش بيديهم بزيادة. ما بصي كما عاوش حاجة هو خلاص ياه. زمان بقى أثناء الثلاثين سنة اللي كعا سفرهم برا. يعني هو فيه فلوس هو صرفها لنفسه. ما عرفش ممكن يكون عمل كده ولا لا. بس اللي انا شايفاه ان هو بيتكلم في الفلوس بالماديات بنسبة كبيرة جدا. وده ممكن يكون اللي تصدر لهم. وده اللي ممكن تربوا عليه أصلا. ان الفلوس رقم واحد. المادة رقم واحد. العلاقة ما بيننا ومن بعض مش هي الأساس. احنا ما نعرفكش. انت بنتبه لنا رجل غريب. اللي بتدهولنا مادية. ما السواء سعيدهم وعلمهم ووصلهم انهم مشتغلوا في السعودية وفي داكاترة. اعتقد الأم هي اللي قامت بالدور ده. ما أقوله. ما هو مش موجود. ما هو اللي شغالهم في السعودية هي اللي شغالتهم. ما تعرف حد في السعودية. ها دي بس النقطة. ما هو شغالهم اوكي. بس المستقبل التعليمي اللي تعمل الحياة كلها. التفاصيل اللي اولادنا بنعيشها معاهم يوم بيوم مرحلة بمرحلة. انت كنت فيه. يعني هو ما كانش عارف حتى مرحلة انه بناته بتتجاهز واتجاهزوا بكام. ما عرفش حاجة. وان في واحد جاب عربية عمل بها حادثة. ما عرفش بكام. انت وقفت انت رجعت لها عملت لها كاش في حساب. صرفتي فلوسي فيه. طب ما فيه اتنين داكاترة. فيه واحدة تجوزت. فيه واحد شكل كذا. فيه تخرج كذا. انا عملت دا. فهي اضطرت انها ترد عليه بالارقام زي ما هو بيتكلم بالارقام. هي العملية كلها ما بينهم كده ماديات. لكن مفيش علاقة. مفيش علاقة حميمية. او مفيش علاقة تود ما بين الولاد. طب وهي ليه بقى راح تقول اخافه الله اقيمة حدود دالنا. هي اختارت اسهل طريقة ممكن الشرع يقبل به. هتقول ايه. طب تعالوا بقى نسمع بقى رأي القانون. يا ريتا. تعالوا بقى نسمع رأي القانون. فقضية احمد اللي احنا هنحاول نساعده فيها استاذ احمد. معانا استاذ حسامة جعفري. محامي بالاستقناف العلي ومجلس الدولة. مسال فل. مسال فل. ازاي يا حضرتك. اقورك ايه. الحمد لله. منورني. الحمد لله. الحمد لله. عايز اسأل حركبه يا استاذ حسامة. هل انا لو قلت او اي ستة قالت اخافه اقلا اقيمة حدود الله. بيتحكم لا بالطلاق على طول. تمام. بص حضرتك هو عموما طبقا لقانون الاحوال الشخصية المادة عشرين. من قانون رقم واحد للسنة الفين. لازم تقول الكلمة دي. يعني قالت ايه المادة دي. يعني المادة قالت ان الزوجة يجوز انها تلجأ للمحكمة لخلعها. او لطلاقها خلعا. وتقرر بانها تبغض الحياة الزوجية مع زوجها. وتخاف ان لا تقيم حدود الله. بسبب هذا البغض. متنفر منك يا اخي. اه. يعني ده زتونة القضية او ده اهم عصر. يعني اول ما الستة تقول كده. خلاص القضية يحكم لها. الستة راح اطلع نفسها سيادتك. يعني هي راح اطلع نفسها ولابد من ذكر هذا الامر. لحد ما يكون عندها كم سنة بقى. ما هي عندها 63. والله العظيمة يا ممكن واحدة عندها 80 سنة تقول عادي. ولا لا. ممكن واحدة يكون عندها 80 سنة تقول عادي يا اخاف والاقي محدود الله. اه هو القانون بتاعنا كده. القانون اللي حوالي الشخصية كده. يعني هي طبعا من شروط الخلع. هذه اسهل طريقة للتطليق او للخلع. اه اسهل طريقة بالفعل اه. اه هو هنا لابد يعني في قضايا الخلع لازم اربع شروط بيتوفره. ايه بقى. ايه بقى. ايه بقى. اه. 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 ما هو دلوقتي بقى يرجع بقى حقه ازاي. ما هو دلوقتي بقى يرجع حقه ازاي. هو اولا حضرتك العقد الزواج. عقد الزواج. عقد الزواج. بين الزوج والزوجة. لا يترتب عليه اي حقوق. للزوجين. في اموال الاخر. سوى. سوى ما راتبه القانون من مهر ونفقة. ومستحقات شرعية. اه. يعني كل واحد. لا يعني هو مش هارف يثبت ولا اي حاجة من السندات. اللي هي كتبقى في. اه. لا يثبت طبعا بخلاف المصاريف اللي تم انفقها على جهاز. ازاي اللي كان بيحاولها لو تحويلات بنكية بالفلوس او كده. اه بالزبط كده. دي حاجة اسمها اسراء بلا سبب. اه. تقضل المادة 179 مدني. يعني قالت المادة. قالت كل شخص يتم صراه دون سبب مشروع على حساب شخص اخر. اه. يلتزم بالتعويض. وبرضو لها شروط. ايه بقى. اه شروطها اسراء المدين. المدين اللي هي هنا الزوجة. اه. افتقار الدائن هو هنا افتقر. او معويش فلوس. دواء الزوج. اه. ورابطة السببية بينهم. وما يكونش فيه سبب قانون ان هي اخدت الاموال دي. يعني هي جهزت بنته. ده سبب. سبب مشروع. مثلا. لكن السندات هنا لو هي عمل السندات او لها السندات في البنج. ايه بقى هو لي نسبة منهم او يقدر يطلع حقه منهم. يعني صحيح من الفلوس دي. اه طبعا. يقدر يقدر في الجزية دي طبعا. يقدر ويأخد حقه بالتعويض كبير. لو حضرتك كمحامي شايف انه هو ممكن يكون يتعامل معهم بطريقة غلط. شايف انه مش حقه ان هو يطلب بحقه. يعني برضو حضرتك احنا انا كمحامي انا هو بيعرض وجهة نظره. انت ليك بالقانون ملكش دعو بالاجتماعيات. دكتور اتحلم مشاكل نفسي. يعني لو جالك يا استاذ حسام ولا كان حق يضايع. الكلام نفسه في معقولية يعني. انت لما عريت القصة او لما سمعت. حسيت ان فيه الكلام عائل ومعقول ولا لا. يعني لو ده استنجت بحرك وقالك يا استاذ حسام انا عايزك تجيب لي حق. والله لو قال لي عاوز اجيب لك حق. النمرة واحدة اقول له فيه حوالات معك ما يفيد. على الزين اثبات التزامه. معك ما يفيد ان انت كنت تتحولها فلوس او مدها فلوس بالكيفية دي. طبعا هيقول لي بايوا كذا. يعني يكون معايا ما يفيد خليل. او نقدر نجيب. يعني ممكن يقول فيه حوالات بنكية فيه تحولات دي في الحالة دي من يقدر نجيب. طب هل حالك بقى شفت قضايا زي دي؟ انا شفت قضايا زي دي واختر من دي يعني. اكتر؟ بالمجتمع. او الله بالمجتمع اللي احنا فيه ده في حاجات. ممكن قد بيعمل لابنه هبة ويجي يرجع ابنه يترده من الشقة. يعني حالك كتير ورد علينا. ولكن احنا بنسمع. العضية دي بتقعد قدية على البال من ما يتحكم فيها. العضية ممكن بتقصد ما يقرب ثمن شهور يعني ده هالي حاجة. ما يقرب من ثمن شهور. بس اهم حاجة هو يقدر يزبط صحة كلامه. يعني اهم حاجة يقدر يزبط صحة كلامه. اقدر افيده في نقطة تانية برضو في جزئية موضوع ان اولاده ما بيصرفوش عليه او هو. اه ورفضوا يدروا الفين جنيف شو. اه طبعا هنا الكلام طبعا ده كلام برضو مفروض هو ليه حق. لان فيه حاجة اسمها نفقت اقارب. اه طبعا. يعني يا ابونا اللي صرف علينا وتعب فينا نستخسر احنا فينا ديله ربع لدهونا. لا هو نفقت لقارب حسب الدخل الابناء. اه يعني ممكن اب يرفع على ولاده قضية ان هما مش بيصرفوا عليه ومن خلال دخلهم يدروا نسبة؟ اه اه طبعا يدروا جزء من دخلهم الشهر بالسوية بينهم الاربع ابناء. ويطلع له رقم حلو اكتر من اللي هو بيقوله اصلا. نعم. ويطلع له رقم اكبر من اللي هو بيقوله اصلا. ويطلع له رقم حسب الدخل. اللي هو بناء على كلامه طالما الشهر بالسوية يبقى متوسط الدخل. سنعو مارس مع ان في مادة في القانون بتقول كده دي حلو جدا. لا لا طبعا ده لها شروط يعني من ضمن شروطها. يعني مثلا يجب ان يكون بالقدر الذي يكفي الحاجة الضرورية للمعيشة. اه. يشترط ان يكون طالب النفقة معصرا. وان يكون المطالب بالنفقة معصرا. يعني هو معصر معهش فلوس. وابنه معه فلوس. اه ابنه بيشتغل وبناء على المرتب بتاعه وناخد النسب. بناء على المرتب بتاعه القاضي بيحكم بالزبط كده. فدي نفقة وجبة في القانون اسمها نفقة أقارب حضرتك يعني. انا بشكرك جدا يا أستاذ حسام ونورتني. لو هو طلب رقمك هندهوله. انا بشكرك ونورتني. مرسي. باي باي. يا راك باي دكتور فلسمانتي. يا راك يا هند. هو كان فعلا محتاج يطلب حقه بالطريقة دي. لو هو مش هيجي بالود بينه وبينه وبين ولاده. بس انا شايفة بصراحة انه هيقرب بعلاقته بولده احسن. مش محتاجين بقى محاكم بقى. مش هيجلل لهم يا هند. لا هيصلح اللي فات. مش عايزين يصلح وهم جاهزين ملك درجون. ما هو يشوف ايه الفجوة جات من اين ما بينكم. في حد يقول لبابا خليه مرمي زي الكلب. انا حاسة ان كانوا فيها مبالغة شوية برضو. وانا في مبالغة شوية. اه لا في مبالغة والله قصة كلها فيها مبالغة وتفاصيلها كتير. هو يعني اللي حسس قوي. ممكن تكون عنده ضلالات من كتر الصدمة. مثلا زهنه خيل له دوت. وتنظيف الموضوع برضو يعني من وجهة نظره مبالغ فيه شوية. لانه مش تحيل ده يحصل. يعني بقى شكل من الاشكال بالشكل كله اجتمع. الكل. يعني برضو مش شايفها ان هي ممكن تكون قصة حتى. يعني ان كلهم عمرهم ما هيجتموا عليه مرواح. اكيد في حد حناية. اما زي جوز بنته كمان ايه اللي دخلوا معاهم. مش مصلحة بنته. لو احنا اعتبرنا من وجهة نظر بقى الاب. اه الفلوس. الفلوس اه. مش ان الام اسمة دهبها مع بنتها او ادهب مع بنتها فهو بالتالي اللي اجوز زور بنتها مستفيد. يا ابن الايه. طبعا هنتكلم كلها دلوقتي على نكس اكثر مكاسب مدية ممكن نحققها من العلاقة دي. من الحياة دي. الولاد نفس القصة الام كذلك كله. لو افترضنا ان المبلوع من نسباله مفيش افكار ضلالية دخلت في الماغه وصورت الحاجات دي. يعني ممكن تكون من صدمة ان هو ملقاش فلوسه وتخيل. ممكن. يعني مع السن بقى سبعين سنة والغربة والكلام ده كله ممكن يكون ده حصل. طب الحالات دي بتاخد وقت دي. بالنسبة لكبار السن لا بتاخد وقت طبعا. بتاخد وقت. لان خلاص اتفكير وتجمد. متخيلا انت بتعملي مع حد كبير في السن قضى حياته كلها نحت هدف واحد. انا بجمع بس فلوس. بيربي عياله مش بيجمع. لا هو مرباش في عياله. انا اسفة جدا هو مرباش في عياله. بيكبرهم يعني. اللي بنكبر بنكبر لوحدنا كله بيكبر. بيستثمر فيهم يا هند. استثمر ايه يا سالي. ما جاب لهم. طب زعلان لي دلوقتي طالما انت فلوسك معاهم. لانت عاملها عشان هم معاهم. ما تدوني فلوسي. طلبتها ازاي. طلبتها ازاي. طلبتها ازاي. وافضطه فلوسي بعين طريقة. طلبت. اتعملت مع ولادك ازاي ما هو. بصي يا حبيبي. هاتو فلوسي حرمي. اقول لولادي حرمي. ما هاتو فلوسي. لا يا فلوسي. مشتر بدأتو. ولي ظنيت ان هما سرقوك اصلا. يعني ما انت كنت عايش معاهم. معاولة مع حاجة وثلاثين سنة في الغربة. وليه ما يكونش هو مثلا. ملك ملايين. الست بتحافظ على الفلوس. اللي لا. ليه ما بتكونش كده. ليه ما تكونش لما رجع. كان قرر انه يعمل اي حاجة مش مضمونة. فحافظها. هي خادت فلوس عمل بها ايه. ممكن يكون خانها او عمل حاجة. هي مش هيقول. هو مش هيقول. هو مش هيقول ده. مش هيطالع بدور الضحية. مش عالك ان انا نفسي يقول. يعني يرت نفسي عمله. شفت كتير. شفت كتير. وكانوا بيقولك كبار السنة تعالجوه. انا اقصى حاجة جاتلي يعني في الرنج ده بعد غربة وبتاع خمسين حاجة وخمسين. بس ده لسه واقف على رجلو يا رجلو. وطبعا مش طبيعي برضو حضرتك. ومش طبيعي لاي مخترب مش عايش مع اهله. ان انا اطلع كل حاجتي. بيحصلوا ايه بقى. هو ده اللي بيحصل. هو انا ما بيجي يحكي لك انت حسيت عنده ايه ازمة. بتبقى الازمة ان هو شايف نفسه غريب في البيت. شايف نفسه غريب. ده رجل ان انا ما بيجي حالة من ضمن الحالات. بدأ يكسر الحاجات. لو وطيهم انا وطيين. بدأ يكسر الحاجات اللي جابها لهم لو شاشات لو موبايلات. هو ده اللي رابطني بيكو. اكتشف بعد فوات الاوام بقى. ان ان رابطني بيكو الحاجات دي. بعد ما كسرهم كان يرد فعلا اهله. لا الولاد رفضوه. والزوجة رفضته. اه طبعا. لان انت جايب لنا حاجة وبتزلنا بيها. هو اكتشف ان العلاقة بينه وبينهم. في الحاجات اللي بيجيبها بس. كل واحد لي نمط حياته. كل واحد قفل على نفسه. زي ما انتو قلت كده مثلا ما بنصدق بابا يمشي عشان نعرف نتحرك. خلاص هم بالنسبة لهم ده الشخص. الواحد لو هيتغرب بقى بارا. انتو رايك ان هو يتغرب مع عيلته كلها. ده ده رقم واحد. شرط اساسي. طب لو هو العيال اصلح لها ناتط ربا هنا. ومدارس هنا احسن بكتير. من حسقي لا انا ربي ولادي قدام عيني. يكبروا قصاد عيني. البيئة مش صالحة لتنشئة. هم مش بيفكروا كده سي. لا الديل ما بيبقاش كده. في غرب مثلا في يوروب. مش عارف ايه ممكن انا مش عايز ربي عيالي بالتربية الشرق الغربية دي. كتير كتير ناس اتربت وقفتوا على ولادهم وحطوا مبادئهم وحطوا القواعد بتاعتهم والأسابي اللي علينا رب بيولدهم. رس هتبقى انت لما تيجي الطالبي بحاجة هتبقى انت ضد مجتمع. دايما انا بقول الفكرة دي. انا قلت البنتي ما يفعش تعرافي ولد. وملهاش لازمة ومفيش حاجة اسمها بويفرند وجرلفرند. والكلام ده احنا ما عندناش مجتمعنا ما يسمحش مجتمع ده. انا ضد بقى مجتمع كله عمال بيتحك علي بقوله على ان انا افكاري سازجة وقديمة ورجعي. حضرتك ضامن برضو. وانت بلد تانية. ولادك هنا مش قدام عينيك. انهم يعملوش نفس السلوكيات دي. ما هم ميتهم هنا. والمجتمع هنا لا يسمح بالنطاق. مش على النطاق واسع. الواحد بيعمل في الديرة برضو. بس يا ودني بقيت مفتوحة اكتر يا سادي. والمفاهيم دي بقى الدخلة في كل البيوت عادي. انت بتربي وتعلمي. يعني مفيش المفهوم بقى موجود. يعني رأيك انه حتى لو بلد برضو تحسيني مفهاش رفاهية كتير مفهاش. انا شايفة ان الاسرة مبتتملش غير بوجود الاثنين. الا لو قد الله في ظروف يعني لخارج عن ارادتنا. وفاقة وحاجة. مبتتملش غير بالاثنين. اه يعني لو توفى ماشي. لكن لو هو مختارب او بيشتغل برا يخد عندك. لا اولاده في ايده. اولاده معي. بيته قدام عينه. ما ثقش في حد. وخوصا في حالة زي حالة أستاذ أحمد دي. انت بتقول بقى لك اكتر من 30 سنة متجوزها. لا انت مش عارفها. انت معرفتش ولادك. ما انت عايز توفر. انت عايز توفر. عايز توفر. وفر كل حاجة لنفسهم مش ليك. بالضبط. انت اللي عملته كده. انزلوا مصر عشان هنوفر. صح. لكن طب خلاص منوفر لينا. احنا استحملنا غربتك. واستحملنا ان انت مش موجود معنا. تبعتنا في اي مشكلة من مشاكلنا. كيبرنا قصاد عينيك. احتاجناك لعينيك. هو بيسمع الارقام انا بنته جاهزت بيها. مش عارف. مش عارف حاجة. هو كان بيجيب فلوسه بس. طيب انت جبت فلوس. احنا اخدنا الفلوس. ببساطة. طب لو كنتي اسمعتي قصة من الجنب الاخر. كنت اسمعها ازاي. كنت اسمع ان هو سبنة. كنت اسمع ان هو مهتمش بينا. كنت اسمع ان انا في تخرجي كان نفسي ابوية يبقى جنبي مش موجود جنبي. كنت اسمع كده. اسمع ست وانا شئت لوحدي وربت لوحدي وعملت لوحدي. انا متبقى مبرر اوكي. انا متبقى مبرر الفعل اللي هما بيعملوها. هما اللي عملوها بقى قصة صحية. اسمع حاجة تانية. كل واحد بيتناول قصته من وجهة نظره. من الواجع اللي حسه او من الالم اللي عايشه. ست ربت لوحدها اربعة. اربعة. ووصلتهم لمركز كويسة. وحققت فيهم. كنت عايشة ازاي. انت كنت بتقدم لها الفلوش بأني طريقة برضو. سردك للكلام اللي انت بتقوله بالطريقة اللي انت بتقوله. كان فيه نوع من الايه مش عايز اقولها يعني. بس كأنني بتفضل عليكم. انا عملت. انا عملت. انا اللي عملت. كل حاجة انا اللي عملت. اه. طب عملت بس انت مش معاينة. هو ان انت حتى لو خدنا. وده مش مبرر ان هم ياخدوا على فكرة ان ده بعرضو. هنا فيه حلقة مفقودة في العلاقة ما بينهم احنا مش عارفينها. اه. بس انت لسان حالهم هيقول ايه. حتى لو اديتنا. انت مددناش حنان. مددناش اهتمام. تمان غربته. تمان الغربة. برافو عليك. هي دي. فهم عشان كده استحلوا اللي هم بيعملوه. حتى في بيع الشقة اللي هم بعدين يبيعوها. انت هتاخد فلوسها كلها ليك. اه. انت عايزة بقى اختر نصيحة لكل المختربين. ونصيحة لأستاذ احمد. أستاذ احمد أول قبل أستاذ احمد. اه. لو سمحت شوف الحاجات الإيجابية. شوف الحلو اللي حصل. شوف انت ولادك بقوا فين. انت كنت تعمل فلوس لي مين. مش ليهم. طيب دي رقم واحد. رقم اتنين. قرب لولادك. في نهايات حياتك كده. قرب لهم. صلح اللي حصل. حسن علاقتك بيهم. اكيد فيه حد من الاربع قلبه احناينا. مش كلهم هيبقوا فيهم اسود. صح. قرب لحد ما تحسسهمش انهم حرامية ما هو. انت هتقول لان انا حرامي هبقى حرامي. صح. هتهجمني ههجمك. اي. لان انا ما عرفكش. وانت ما تعرفنيش. باللين وبالراحة. وانت ما تعرفنيش. ما عرفتش تفكير. واشرائك انه ما حاكم صح. انا شايفها كده بصراحة. ما فيش داعي في نهاية الايام. رفعت قضية الصلح بقى. الصلح بقى. تقول لها انا سمحتك فيها. خلاص. انت عايز الفلوس في ايد الوقت. مدام ولدك تجوزوا وتخرجوا واشتغلوا. انت عايز تعيش كويس مع مراتك ولدك. ده يبقى الهدف بتاعك. صلح التلاتين سنة اللي انت بعد تعرفه. نروح لمراتك وقول لها كلمتين حلوين. وهتعيشوا مع بعض السعادوية. دايما الاستاذ المحامي قال فيه. بيعملوا صلح في المحكمة. يعني يحاول يبقى الباكيلين في الفكرة دي. وتقرب اكتر ليهم. وتعوض اللي فات. واللي هيختارب ياخد عياله معايا. ياخد عياله معايا. لو هتبعد فلوس حضرتك معلش. لحد انت مش معاشتش معاه سنين. وعياتك كله ما تعرفوش. ايه بعد هلقد المصاريف ما تديش كل حاجة. خليليك يعني شي لنفسك. خليليك وليهم خليهم محتاجينك. انت لما تدي كله مش هيحتاجوا لك. حلوة دي. بس. انا بشكرك ونورتي. بس يا حبيب. بس يا دكتوراني. استنونا بعد الفاصل. ولسه في كلام كتير قوي. في حكايتك يا أستاذ أحمد. في مقولة حلوة قوي. للكاتب الكبير أحمد خالد توفيق. بتقول فيما معناه. انه لما انت تكون شخص طيب. وفاكر ان العالم مش هيجي عليك. عامل بالضبط زي اللي ويف قدام أسد. هو قال اكيد مش هيكلني. عشان انا ينسى النباتي. طبيعي ان الأسد المفترس. لما هيجم على بني قدم عشان يكله. مش هيفرق. اذا كان هو بني قدم طيب. ولا اذا حد. ولا وحش. ولا. لانه ببساطة هو مخلوق مفترس. هيكله. غرسته. عنيفة. شارسة. ده اللي حصل في قصتك. بكل اسف يا أستاذ أحمد. بس الفرق. ان اللي عمل فيه كده. بقى بالنسباله مباح. ان هو يكلك. او يكل شائك. وتعبك. كان مراتك وولادك. رغم ان الأسد. عنيف جدا. شارس جدا. ما بيكلش قرب الناس اللي يتخيلوا. لكن فيه بشر بيعملوا كده عايدي. ما عندهمش ضمير. ضميرهم ميت. في الحقيقة بقى يا أستاذ أحمد. مشكلتي في قصتك. اني سمعت من طرف واحد. مع كامل احترام. وطبعا متعطفة معك. بس مش قادرة. افهم ازاي كل يبيعك كده. كل يتعمر عليك للدرجة دي. الزوجة. ولدين. بنتين. جزبنتك. طب معقول كل الأطراف وحشين. مفيش حد فيهم طيب. معقول. انت مظلوم تماما. مفيش حد كويس خالص. طب كان نفسي جيلي فرصة. اني اسمع منهم هم كمان. ونسألهم. بتعملوا كده ليه. طب ايه الجبروت ده كله. طب هو عمل لكم ايه للدرجة دي. يستهل كده. ايه اللي ممكن يكون عمله. عشان تنتقموا منه الانتقم ده. لدرجة ان انتو حتى مستخصرين فيه. يعني هو قرشين هيعيش بيهم على فكرة. مش عايز حاجة. مالكوش عايز افتح مشروع. ما شفتوش منه اي حاجة حلوة. خلال التلاتين سنة اللي عاشتقوم معاه. طب الكلام ده مش لتشكيك فيك. بس فعلا. مش قادرة استوعب. وبعترف انك حتى لو عملت معاهم اي حاجة وحشة. مفيش حاجة تستاهل. رد فعل الباشرة ده. من اقرب الناس ليك. مش طبيعي. بس كمان لفت نظري حاجة تانية مهمة جدا. في قصتك. ان حضرتك مدرس. واللي بيشتغل في التدريس. في مصر او. في اي مكان في العالم. بينتمي لمكان تربية وتعليم. يعني مهمته ان هو يربي قبل ما يعلم. طب تفتكر انك قصرت مع ولادك في تربيتهم. ان حضرتك كنت متغرب او سفرت. تفتكر في تفاصيل. كانت مفروض ان هي تدي حضرتك كده ايه. علامات تبين ليك انك تفهم او في حاجة غلط. ممكن تكون حضرتك مخدتش بالك منها. تجهلتها. لحد ما وصلنا لكده. انا مش عارفها. بس انا عمالة باسأل. اكيد اسألة حضرتك قادرة بيهمني. لكن قصتك زي ما هي مهمة ليك. فها كمان مهمة. لكل اللي بيشوفونا دلوقتي. الفلوس وتأمين المستقبل. اكيد مهمين لكل اسرة. لكن مفيش اهم من ان احنا نكون فيه بنا دافة. وحب. وتفاهم. وود. عيلة. ولو الظروف حكمت علينا بالغربة. نتغرب كلنا مع بعض. يا ما قولنا. بدل ما يجي علينا وقت. نكتشف فيه. اننا عملنا فلوس. بس ضيعنا العيلة. وزي ما دلنا بيقول. المال فتنة. والولاد كمان. سعد بيكونوا فتنة. ربنا يكفينا. شر الفتن. وبطلهم من اهل حضرتك. لان انا عارفة انهم انا ما بيشوفوا القصة. او هيسمعوها يعرفوا ان هم. زي ما كان بيحصل معنا. بترعود تبعتولنا بعد ما تكون الحلقة خلصت. مع ان احنا لو كان عندنا اي. ارقام يعني احنا عارفنا وصلكوا. او تطلعوا معنا. على راسنا. ولو عايزين تطلعوا في اي وقت. احنا جاهزين. لو في كلام تاني احنا مش فاهمينه. او احنا كان لازم نسمع من الطرفين. بس هو قصة حقيقية بيحاول يحلل مشاكل الطرف. اللي استنجد بينا. او اللي بعت لنا. فالطبيعي ان احنا نكون معاه. ونحاول نحلله. وطبعا احنا تحت امركم. بشكركوا جدا. وبتمنى من كل اللي سموا قصة النهاردة يقولولي. شفتوا قصص زيها. بس ممكن تكون ما طلعتش للعلن. ممكن تكون سمعناها. سمعنا جار. سمعنا حد مش عارفة بيعمل ايه. عايزين نسمع. وبعتولنا. على قصة حقيقية على كل مكان. على واتساب فيسبوك انستجرام. كله كله كله. القصة حقيقية. هستنيكم في حلقة جديدة. وقصة جديدة بأبطال حقيقيين. بس يكون قصتهم قصة حقيقية. باي باي. موسيقى 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 موسيقى